اليوم سوف نقوم بعمل كبدة الدجاج بطريقة جديدة وكلش لذيذة هنا عندي الكبدة قطعتها قطعة متوسطة وغسلتها عندي بصلتين قشرتها وثرمتها أجنحة وبعدها راح أثرم حبة فلفل اللي يحبي يخليها حادة أنا سويتها حلوة لأنه ولادي ما يأكلون الفلفل حاد نشعل النار ونخلي زيت بالطاوة أنزلي الفلفل والبصل وأحمسهم زيان بعدها هسه راح أضيف سنثوم أضيف رشة ملح وشوية كاري ورشة كمون وطبعاً فلفل أسود طبعاً لبهارات اختيارية إذا أنت عندش بهارات تحبين الضيفية أنزلي الكبدة وأقلبها طبعاً لازم تكون النار عالية حتى ما تنزل عندي مي هنا أضفت البصل الأخضر غطيتها خمس دقائق وراها استوت وكلش طيبة وألف عافية ترجمة نانسي قنقر